رحنا للجراحة يا دكتور برضو حضرتك بتختار مين يعمل تكميم مين يعمل تغيير مصار مين يحط بلون يعني حاجة بتختار على أساس ايه يا أولا البلون مش جراحة البلون زبع الدكتور ريشاد مصحة داك يا الأولا لازم بس بمفهوم ان السمنة مرض مركب ومعقد أسبابه مركبة ومعقدة يعني مش مسألة انه أحب يأكل كتير أو مانا لما بطل يبطل أكل أو يقلل أكل لما فيه ناس بتعمل يجيب ومتخسش كويس وفي ناس بعمل يجيب وتخس قوي هي القصة لأنها مركبة فعلاجها لابد يكون مركب ولابد يكون مش جراح بس جراح وبتاع التخزية وبتاع مناظير علشان أحيانا بنحتاج له وبتاع علاج طبيعي وواحد بتاع مشاكل نفسية حضرتك إحنا فيه ناس بتدخل لأنه نمط أكلها بيعني بيأكلوا بالليلم كتير الدهون كتير أو بيحبوا الحلويات أو بيحبوا الحلويات أو طول النهار ما هم قاعدين عمليين بيأكلوا أو عندهم مشكلة نفسية ما بيستريحش إلا لما يأكل بسميه يعني الدكتور أيمان بيقول 200 كيلو بنعمل معهم 200 كيلو المفوض بنعمل شوه معه الحقيقة يعني هل يعمل معهم محاولة قليلة قوي إنما في الحقيقة ده مش هيستفيد لأنه ده محتاج إنه يبضل لزوء العربية لمدة 100 كيلو قدامه هيزهق هيزهق لازم هي بيختلف وبالتالي هو زي ما قال الدكتور أيمان إحنا بنشوف العيان كتلة الجسم قد إيه ده دي جزئية عمره قد إيه عمل يعني محاولات قبل كده ولا لأ عنده مشاكل نفسية مش متصلحة ولا لأ فاهم قصة العملية عنده مشكلة مثلا في الغدد مثلا بباله السمنة ولا لأ وبعدين لازم يفاهم إنه ده يعني دي حاجة تتقال الجراحة مش لوحديها الجراحة لازم يبقى متفهم متطلباته وإيه اللي مطلوب منه بعد الجراحة وإن الجراحة مش حل نهائي أيوة وإنه وارد إنه يرجع تاني إذا ما عملش واحد اتنين ثلاثة خمسة نحن نفسنا لنقطة مربط الفرس ناس كتيرة جدا بيقرروا إنهم يعملوا سليف أو يعملوا تحويل مصار ومعتمدين اعتماد كل إنهم هيتلعوا بعد أسبوعين هيخسوا يفضلوا مكملين في طريقة اللايف ستايل بتاعتهم ليه أنا عامل سليف أنا مش ممكن هاتخن تاني مع إن اللي بيحصل دلوقتي وكل الناس اللي شايفين إنه ممكن اللي عامل سليف والعامل تحويل مصار يرد عشرة كيلو لما تيجي تسأل ويقولك ما حدش قال لي في حيات الأمر هو الستايل بتاعه كله كان لازم يتغير مع السليف أو مع تغيير مصار بص يا حضرتك هو لازم الطبيب الجراحة يفهم العيان كده لازم قبل ما يقرب منه يقعد معاه على الأقل ساعة ساعتين يفهمه هو دخل على إيه وإيه المطلوب منه وإنه الجراحة مش حل وحيد وإنما جزء من الحل وإنه بقية الحل هيخش لازم يتعمل العملية ويتسلم لواحد بتاع تغذية وهو يكمل معاه ومدى الحياة ومدى الحياة طبعا لازم لو عنده مشكلة نفسية تصلح فيه نقطة مهمة جدا ما حدش بيتكلم فيها حتى على مستوى العالم هي موضوع التكيف تكيف الجسم الحاجة اللي ما كناش منمتصها بقى نمتصها الحر كان كذا بيبقى حيه اللي بقى كذا التكيف على المستوى النفسية واحد ما بكانش بيحب السكريات بعد ما يعمل عملية تكمين مثلا يتحول بيحب السكريات واحد عمل عملية تحويل لما كان يأكل أي حاجة يتعب ويتبهدل كده دلوقتي ما بقاش ففيه تكيف على مستوى الجسم وعلى مستوى النفسية وعلى مستوى العقلية بحيث انه هو في النهاية ممكن ده يقلل من إنجاز ولذلك العلاج يجب أن يكون حتى مع الناس يعني التغذية هو إذن ملتي ديسيبليلي احنا بيقول ملتي ديسيبليلي معناها عمود مهم في الفي منظومة متكاملة حضرتك منظومة متكاملة مش مسأية جراحة بس أو ضايت بس أو حتى رياضة بس لازم حاجة متكاملة على بعضها